نورتنا قبل كده كانت تقريباً من سنة واتكلمنا عن أن لسه الاتحاد مؤسس يعني مؤخراً وحديثاً وكان تحديداً في عشرين وعشرين وبيضم مفروض ست ألعاب خليناً سريعاً نسمع من حضرتك أكتر ونعرف من ساعتها لحد دلوقتي إيه اللي جد هو الاتحاد بيضم أهم خمسة في لعبة تم استبعادة لعبة أورادي تم استبعادة نعرف عنهم ونعرف إيه اللي جد الألعاب دلوقتي طاولة وضمنة والفوتبولي اللي هي زي ملعب الفولي بس بكوفة القدم والكوفبول دي لعبة ما بين البسكت واليد واللعبة الأخيرة دي الليدو دي لعبة إلكترونية دي الألعاب اللي استبعادة اللي استبعادة تيك بول ليه بقى تم استبعادها لأنه فيه التحدي دولي يعني لسه يعني عمارش على الشعب بتاعها في مصر تير حبينا ننكس في الخمسة ألعاب دولة بيقدم إيه بقى للتحديد ممكن حد يجي قل لك وبصراحة يعني خليه يكون برضو يعني يقول لك ألعاب الطرفهية نحن بنلعبها كده وإحنا فوق نسلي وقتين التحدي إيه وبتاعي ونخش يعني بطولات ومين اللي هيشارك يعني أكتر حد فاضي هو اللي عنده وقت يلعب ألعاب الطرفهية هون اللي هيشارك يعني خلينا نرد على ده هي الألعاب الطرفهية أصلا بداية ل�데 الألعاب أصلا فيه علعاب زهنية بتساعد على التفكير وفيه علعاب رياضية زي الفوتبولي وأكوفبول الألعاب كلها لها التحدات الدولية لها بطولات عالم تتعامل تأيان كل سنة في دول كتيرة يعني الاتحاد فيهم في حوالي خمسة وخمسين دولة إحنا الغواب بتاعنا إن إحنا نخلي الناس مفسو الألعاب اللي هي زي الطاولة والدمنة في أجواء صحية يمفسوها أن أي حد دلوقتي انت حقق أنت تكون بطل تمثل مصر إحنا في بطولة دمنة عملناها في شهر اللي فات هنشافك بالأبطال بطوحة هنشافكوا في بطولة العالم القادمة في الدمونيكان في بطولة طاولة في كاس عالم هيبخشاري تمانية الجاية إن شاء الله برضو هنعمل له منتخب عن طريق كذا السلسل البطولات يعني اللي هي فوقسة أن أنت أي حد بمعارس الألعاب أن أنت فوقسة تخش المنتخب وتمثل مصر وتشارك في بطولات عالم بلأي درجة إحنا عندنا أستخدمي لحظاكم الجزء كبير من موروثنا الاجتماعي فيما يتعلق بالترفيه بند الترفيه بشكل عام إحنا عندنا لعيبة محترفة في الرياضات كتير أعتقد ممكن يكونوا نواة لتشكيل منتخب متميز إلى أي درجة إحنا كمصريين عندنا خصوصية في الألعاب الترفيهية هي بالنسبة لألعاب الترفيهية هو ببعض فيه يعني إحنا وطبعا مصر في الطاولة والدمنة إحنا طبعا الشعب بيحبها جدا والنسبة مرسها بشكل جدير جدا كل بيت دي موجودة طاولة والدمنة إحنا حتى ما عملنا بطولة طاولة والدمنة عملنا بطولتين في الطاولة وضمنا كذا بطولة شارك فيها يعني أسعدنا بصراحة أن البطولة شارك فيها سيدات شارك فيها رجال شارك فيها زوء الهمم يعني كان فيه ميكس صعب أن تلاقي في أي لعبة تانية الناس كلها شاركة ويتحبة عندها طموح الفوتفولي برضو إحنا عملنا منها كذا شكل عملنا حاجة اسمها فوتفاميلي يعني ولي الأم وابنه أو بنته أو وليه الأم وابنها فكان فيه برضو كان شكل أسر شوية إحنا دائماً ألعاب بتاعتنا فيها شوية يعني زي من الإسم ألعاب طفهية يعني الناس تبقى مبسوطة أو سعيدة ويتنا بسه تبقى مبسوطة أو سعيدة 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 أو